نادي الزمالك هيبقى محمد عواد هو الحارس الأساسي خط الخلفي بيلعب بالتلاتة مش هتغيره حمزة المسلوسي بيلعب كزهير ثالث ناحية اليمين الوينش الوينش حسام عبد المجيد ناحية الشمال هيفضل أحمد فتوح هو الوينج باك ناحية الشمال هنا هنروح نقف عند حتة الزمالك تعاقد مع عمر جابر لعيب أكثر خبرة وأكثر تمرزك فريرة معجب جدا بسيد نمارو ورفض التخلي عنه بأي شكل من الأشكال في أي صفقة تبادلية فهنا سؤال هيتحط هل يعتمد على سيد نمارو يكمل سيد نمارو ولا يعتمد على عمر جابر ليه سيد نمارو وليه عمر جابر الاتنين مناسبين لده لأنه سيد نمارو وعمر جابر الاتنين لعيبة قدرتهم الهجومية أكثر نجري شوية نبيل عماد دونجا يكون أساسي في تشكيلة أنا هحطه على زكريا الوردي إمام عشور طبعا موجود في الشكل بتاع فريرة لعيب مهم جدا تطور كثيرا مع فريرة عما سبق الثلاثي الأمامي أحمد سيد زيزو طبعا حاجز مكانه بشكل كبير سيف الدين الجزيري وإبراهيمان داي خلي بالك فيه لعيب سامسون أكنولا لعيب فرود قوي جدا لعيب عنده سرعات برضو بس أي لاعب فريرة بيخترق أو بيوفق عليه لعيب قوي عنده سرع أي لاعب في الخط الأمامي فأنا قلت الثلاثة دول لحد ما شوف سامسون أكنولا هيعمل إيه فيه الاستعدادات أو التحضيرات بتاعت نادي الزمالك عندي خلاف خلاص هو كده كده جمال قالها هنا يا جماعة واسمه جمال مش جلال ده جلال ده حد تاني هو جلال لجلال مش جلال حد تاني فخلاص هو قالها على البرد طيب بس أنا عندي بس منقشة يا جمال في جزئية إنه أعتقد أو أتصور النص ملعب الزمالك هيبقى فيه دونجا وزكريا الوردي وأتوقع إنه إمام عشور هيلعب على الشبال وأتوقع إنه نزيله هيلعب على اليمين ونضاي هيلعب مهاجم يعني الخناقة في المركزين هتبقى بين نضاي وسيف الجزيرة تصوري يعني أنا متفق معك جدا في قصة نضاي وسيف الجزيرة لأنه أنا بشوف إنه نضاي توصفته إنه أبجريد مميسل لسيف الديني الجزيرة ببعض الإمكانيات لكنه أبجريد وإحساسي إنه الراجل عايز يلعب إمام عشور جناح مركزه الأصلي لما أقول لك الزمالك احتياجاته إيه هقول لك إنه فريرة في عنده نقطة الكرة ماشية مع العيب في بوزيشن ما بيغيروش الكرة ماشية مع العيب في بوزيشن ما بيغيروش إلا إذا كان مضطر يعني شكبالة جناح يمين ولا شمال جناح يمين لكن في بعض نبور رابط لإيه جوة 18 حتى الشمال الزمالك محتاج إيه أنا بس الشماليزة لحأخش حلقاتي طيب الزمالك محتاج إيه عشان أخده إذا اللقب إلى إيه فرقة الزمالك شغال على إثنين مركزه الجناح الشمال يحتاجات الزمالك شغالين عليه وبيشوفوا العيبة هم Cheffe أجانب وبيشوفوا العيبة هم siaran في الجناح الشمال كذلك الزمالك بيستهدف التعاقد مع جناح الشمال حتى هذه اللحظة في المركاتو اللي نشغال فيه اللي ينتهي يوم عشرة عشرة لحسبتنا كثير ما تعرفش الماعد بتاع بتائع يوم عشرة عشرة أنتهاء المركاتو البوزيشن التاني اللي بدور عليه رغم انه مش موجود في الشكل اللي احنا رسمنا ده لكن فريرا طلب انه يكون عنده لعب بالمواصفات دي احنا لقينا لعب زي يوسف اوباما بيبتعد بسبب انخفاض مستوية بسبب عدم قرارة فريرا بانه يقدر يقدي الوظائف دي فريرا بيحتاج بعض المباريات لبلايميكر فالزمالك لازال بيستهدف لعب بيكون بيلعب في اتنين بوزيشن يكون بيلعب في الجناح الشمال برضو وبلايميكر يعني هو بيدور على لعب جناح الشمال صريح وبيدور على لعب بيلعب في الاتنين بوزيشن بلايميكر وجناح الشمال الزمالك هيقفل مركاته بتاعه اذا تعاقد مع الاتنين اللعيبة دول باقي المراكز بالنسبة لفريرا قناعات فريرا قدرت الزمالك شبه مكتملة خاصة بعد عودة محمد صبحي في حراسة المرمة كمان مش اعتبره صفقة لكنه عادي